موسيقى هل تتآمر هذه الشركة على الشعب التونسي بإجباره على شراء عجلات جديدة من شركة واحدة فقط؟ هناك محاولة لاحتكار السوق وهذا موجود القانون هذا قانون احتكاري من قلوب صراحة يجب للشعب التونسي يجب أن ينتفذوا ويرفضوا الفحص الفني المشروط هذا هو بيع مشروط يتسمى هل ترى أن هناك أطراف تسعى لضرب التجارة البينية بين تونس والشقيقة الجزائر؟ التجارة البينية بين تونس والجزائر تتدخل فرنسا منذ الاستقلال لمنع فماش تجارة حقيقية ألاف العائلات التي تعيشوا من الجزائر المواطن البسيط اللي يمشي بكرهبة بعايلته شوية مواد غذائية يبدل عجالي هل هذه العادة هنالك من يدفع نحو قتلها؟ كنتي بتوفر لوش الشغل ومتوفر لوش المصانع ومتوفر لوش الحياة الكريمة ثم تسكروا الحدود يصبح هذا مسألة خطيرة وغير مقبولة معز الحج منصور ناشط سياسي مدون في مركز الشفافية والحاكمة برشا قضايا قاعدت تطرح وآخرها موضوع العجلات في تونس كلمك برشا ناس تحكي على فساد ناس تحكي على احتكار وناس تحكي على تحيل من قبل بعض رجال أعمال النفذين على المواطن وعلى الدولة نرجع من الأول بالكل أصل الداء وين؟ أصل الداء بدأ بقرار أصدره وزير النقل معز شقشوق يتعلق هذا القرار بمنع شراء واستخدام العجلات محددة حسب البيان البيان لم يكن واضحا باستثناء أنه أشار إلى أن العجلات التي لا يتم شراءها من الأطر القانونية سيتم حرمان أصحابها من الحصول على شهادات الفحص الفني يعني تم خلينا نفهم المواطن بشوي تم ربط الحصول على شهادة الفحص الفني بشراء نوعيات أخرى يعني الاستثناء ما هو إلغاء نوعيات شطب نوعيات من الاستعمال في السوق من التداول والترويج في السوق واشترات نوعيات أخرى فالظاهر القانون لم يذكر مؤسسة من المؤسسات التي يجب الاقتناء منها لكن واضح أن هذا القانون جاء على مقاس شركات محددة شركات تورد وشركة صاحبنا عنها مصنع وحيد في تونس هو مصنع ستيب الذي كان مؤسسة عمومية ذات شأن وكانت نوعياتها جيدة جدا تم التفويت فيها منذ سنة 2016 الآن ما يتداول الآن في الظاهر أن هذا القرار اتخذ من أجل حماية أرواح التونسيين استخدام السيارات وبعض الحوادث المرور حسب جمعية معينة هي جمعية خاصة للسيد عفيف الفريقي أشارت إلى أن الإحصائيات وأكد أن كثير من الحوادث المرور وأرواح التونسيين تسببت فيها إما العجلات المستعملة أو العجلات غير مطابقة المواصفات هذا في المستوى الظاهر جيد جدا لأنه يسعى لحماية مصالح التونسيين لكن في المستوى الأعمق منه هو يخفي مصالح لوبيات معينة ونحن نريد أن نكشف هذه اللوبيات خلينا نتبع الأمور بشوية بشوية وخلي المواطن البسيط يفهمنا اليوم أنا عندي كرهبة وما عنديش الإمكانيات اللازمة بش نمشي نشري أربع زيلي وكزيان يصلحوا من عند عجل عادي ونمشي نعدي الفزيتة وإلا نشري عجلي لجاية متزير شقيقة وركبهم ونمشي نعدي الفزيتة ما عنديش الحق طبعا هو القرار يخرق مبدأ أساسي وحرية فما حرية حرية الاقتصادية وتونس وقعت كثير من المعادات تتؤكد على مسألة الحرية حتى في التدوري المشي في التجارة الحرة مع أوروبا حين نتخذ أوروبا كأنموذج في أوروبا لا يوجد قانون يمنع مواطن أوروبي من شراء عجلة مستعملة وأجر عجلة من أي نوعية فما حتى العجلة ترشبه يعني يتم إعادة تصنيحها الغريب أن هذا القرار لم يراعي المسائل الاجتماعية شنين المسائل الاجتماعية؟ يعني قدرة المواطن التونسي على الشراء إذا كان السميق متاع المواطن التونسي هو 250 دينار أو 240 دينار والسميق متاع المواطن الأوروبي مليون ونصف هذا شرط لم يوضع المواطن الأوروبي لكنه يشترط على المواطن التونسي ثنين يجب أن نفسر للشعب التونسي لماذا؟ أن نفسره علش البضاعة هذه بضاعة العجلات المططية الجديدة علش باهدة الثمن مشطة الثمن في تونس وهي رخيصة في بودة الجوار الجغرافي والجوار الاقتصادي اللي هي ليبيا والجزائر يعرف القاسي والداني أن كثير من التونسيين يلجأون إلى السفر إلى الجزائر لتغيير العجلات وإلى الأسواق التي تروج فيها البضاعة المهربة يجب أن نفسر المعمل الموجود الآن في تونس تونس في الإحصائيات تحتاج إلى أكثر من ثلاثة مليون عجلة سنويا كم ينتج مصنع ستيب الآن؟ كم يوفر؟ هو في أقصى درجات الإنتاجية متاعه خلال الفترة المنتدة من ألفين إلى ألفين وعشرة يغطي تقديرين ثلاثين أربعين بالمئة من حاجيات السوق المحلية لكن الخطير وين هو؟ هناك لوبي لوبي محدد يريد أن يحتكر هذه التجارة وأن يتربح على حساب التونسيين في وضعية اقتصادية سيئة جداً بهذا المعنى إذا كانت مش نبره نحن بمسألة صحية بمسألة أن هذه العجلات يمكن أن تكون لها أثار سلبية في حوادث المرور أنا نأكد لك أن العجلات التي تورد الآن أو التي تصنع محلياً تتسبب كذلك في حوادث الطرقات لكن النسبة المئوية حسب أهل الخبرة أقل بكثير مما يتحدث عنه البعض نحن نتحدث الآن عن حملة إعلامية منظمة أدارتها لبيات مالية أداروا دعاية ديسبوت متاع إشهار هذا شو الغاية متاعه هو إقناع الرأي العام بأن الأكياس البلاستيكية كما كالعام تعقضية الأكياس البلاستيكية تذكرها جيداً في عهد رياض الموخر وزير البيئة أقنعوا حاولوا أن يقنعوا التونسيين أن الساشيات أو الأكياس البلاستيكية مضرة بالبيئة يجب أن نغلق تلك المصانع التي تصنعها بعد مدة تبين أن هذا القانون وضع على مقاس أصحاب المغازات الكبرى والذي يبيعوا في الساشي ب180 فرنك ودينارو 500 مليم وتم احتيكاره وهذا قانون احتيكاري نفس السيارة مثلاً نفس الشي تم حرمان مواطن تونسي من أحقيته في بيع السيارة التي يوردها من الخارج وينتفع بالامتياز الذي عنده في مدى حياته لفائدة مورد السيارة نفس الشي هذا القانون بنفس الصيغة لا يمكن لوزير النقل معزي شقشوق أن ينكر أن هذا القانون أو هذا الأمر أو سميه ما شهت تمت صياغته على مقاس أطراف محددة وهذا غير معقول لا يمكن التونسيين يقبلوا بدليل ردود الأفعال للتونسيين لنقابة سيارة الأجرة لنقابة سيارة الوجات لنقل بين المدن لنقابة النقل الريف هذا ما يتحثوا الآن عن اعتراضهم لماذا اعتراضهم لأنه لا يمكن القدرة الشرائية للمواطن اللي عنده معناها السميق بتاعه مئتين واربعين دينار تطلبوا أنت بشيسر سيارة عجلة بثلاثمائة وبربعمائة فهم عجلات بخمسة مئة بستمائة دينار يجب أن يراجعوا المسائل يجب أن تكون البضاعة المحلية عندها قدرة تنافسية وين قدرة تنافسية؟ في جودة المواصفات ثم في السعر هذا ما يحبش يخضع للمراقبة وجودة المواصفات ويحب يتربح هذا غير معقول لذلك اعتراضنا دفاعنا نصالح المجموعة ومش دفاعنا نقلية تحتكر تريد أن تحتكر الثروة لكن لو نعود نحن إلى مرحلة إلى أزمة ستيب وملف ستيب لدينا أقوى الأخرى يمكن أن نقولها حين نتحدث عن ملف ستيب نذكر رأي العام بأن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم والجميع يعلم أن ملف شركة ستيب وهي شركة عمومية من مفاخر الصناعة في تونس حين مرت بأزمة مالية في 2014 امتنعت حكومة المهدي جمعاً توفير الاعتمادات المالية لشراء المواد الأولية ترتب عنه أن مصنع مساكل لشغل في ألف عامل توقف عن العمل وكذلك مصنع منزل بورغيبة فجأة في بدايات أواخر في منتصف 2016 حين كان الرأي العام منشغل بالصراع الذي يدور بين شق حافظ قائد السبسي والحبيب الصيد والرغبة في إخراج إقصاء لحبيب الصيد حين انشغل حبيب الصيد بصراعاته السياسية قاموا تأسس الشركة تأسيس الشركة 29 مارس 2016 بعد 10 أو 11 يوم قامت هذه الشركة بشراء أسهم في البورسة في عملية مضاربة المضاربة وين تمت هو تقدير القيمة قيمة أملاك وقيمة هذه المؤسسة مؤسسة الستيب التي تقديرت الخبراء يقولوا تتراوح الحجم المالي تاحها بين 400 و 500 مليار قداش يتم بايحها حتى يصبح التونسيين تم بايحها ب4 مليار فقط أقل من 4 مليار 3.7 وكانت فضيحة يعني السهم اللي كان ب16 دينار نزل في الصباح لفائدة شركة أفريكا هولدينك وتم بيعه بدينار ومتين فقط وتم واستحفظت على الأغلبية في ظرف شهرين ثم فجأة الرأي العام وأنا أقول هذا الكلام على مسؤولية الخاصة اتحاد الشغل اعترضه ولكن الاعتراض التاعه كان باهد جدا قاوم لفائدة الشغالي لكن مقاومته كانت باهتة في تلك الفترة وحين استلم يوسف الشاهد السلطة بعد أشهر ذكر أن هذا الملف فيه شبهة فساد لكن مش عمل يوسف الشاهد تسطر على الفساد وهيئة مكافحة فساد فترة شوقت بيب وكنا كتبنا فيها كثير مقالات ونبهنا وقدمنا الشكايات هيئة شوقت بيب تسطرت على هذا الملف هذا الملف لا يموت بالتقادم لأنه تحثوا على مؤسسة وطنية خسر الدولة يعني فلسوها الشركة هذه من أجل أنه يستفيد منها شخص واحد وهذا الشخص الآن يريد أن يحتكر شعماله هو أطرد قسم كبير من الشغالين والجميع يعرف أنه من سنة 2016 إلى سنة 2019 لم يلتزم هذا المستثمر بكل الاتزامات القانونية متاعه بنأذهب لذلك ها مش ينفيدك أنا هو اجتراها بربع مليارات بعد أشهر من تسلم سي يوسف الشاهد للسلطة تقدمت له الدولة قرض دون ضمان بقيمة سبعة مليار علش؟ باش يخدم باش يسدد أجور الموظفين عدد سي يوسف الشاهد كي مش تعطيه سبعة مليارات تعطيتهم لشركة ستيب رأي أنقذت نفسها وشرة المواد الأولية العملية تحويل ملكية ستيب لم تباحها الدولة تمت بمضاربة ومضاربة فيها فساد في البورصة والمضاربة قامت على التبخيص قيمة هذه المؤسسة اشنين هي النتيجة؟ كل المؤسسات الآن وزارات معاش كانت تشري بأسعار تفاضلية في كل الدفاع الداخلية والفلاحة كل مؤسسات الدولة تقتني من شركة ستيب بأسعار تفاضلية انت هذا التفاضل الآن اثنين الكثير من الناس والخبراء من أهل الخبرة يؤكدون أن نوعية البضائع تراجعت من حيث مطابقتها المواصفات السيد منتصر الدريدي ملك هذه المؤسسة عليه الآن أن يقنع الشعب التونسي بأن هذه بضاعة هي بضاعة ممتازة تطابق المواصفات ويجب أن يقدم أسعار تفاضلية أسعار يمكن تنفس السوق مش معقول جيب له سيارة أنت صغيرة الحجم تبيع له العجلة بميتين دينار وهي العمر والافتراضي بتاعتها ما يتجاوز السنة في المقابل هو على الحدود يلقاها بربعين دينار يجب أن تكون هناك موازنة السيد معز شقشوخ مطالب بالتراجع عن هذا القرار بأخذ الاعتبار المسائل الاجتماعي ولا بالشكلة هذه ما يجبنا نعمله يجبنا نقوم بمعناها تقديم أو إصدار مناشير أو أمر أخرى تمنع الفريب في تونس وهذا غير معقول الشعب التونسي يكون يولي من الحفات العرات في هذه الأزمة الاقتصادية وكذلك يصدر قانون وزير التجارة يمنع فيها تجارة القطاع الغيارة المستاملة أو تجارة قطاع الغيارة المقلدة وهذا غير معقول لا يتناسب مع هذه المرحلة أنت يرى واقتصادك الآن وذات الاقتصادية لا تسمح باتخاذ قرارات مثل هذه نحن نسميها قرار احتكاري تمييزي يجب التراجع عنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر